بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم أيها السادة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامجكم الوساطية هذا البرنامج الذي جاء ليؤسس ويضع الأسس العلمية لمعنى الوساطية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ثم أخذتها الأمة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حلقة اليوم ستكون حلقة مميزة بإذن الله تبارك وتعالى وذلك لأن معنى ثلة أو كوكبة من المشايخ الأفاضل الذين سيؤصلون موضوعا مهما بل غاية في الأهمية هذا الموضوع يحتاجه كل مسلم ومسلم في تعاملاتهم في حياتهم اليومية وحياتهم العملية اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الشريكة أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية مرحبا بك دكتور عبدالله أصلى حييك وبارك فيك يا شيخ أبوال كما أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور راشد العليمي مساعد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي مرحبا بك دكتور أرزاكم الله خير على الاستضافة الله يبارك فيك حياكم الله كما أرحب بالشيخ الفاضل مشاري العقيل إمام خطيف وزارة الأوقاف حياك الله شيخ مشاري مرحبا بك دكتور عبدالله أريد أن أبدأ من عندك في سؤال غاية في الأهمية وسؤال يكون البوابة أو يكون المدخل لهذه الحلقة إن شاء الله السؤال دكتور عبدالله التعامل مع غير المسلمين كثير من الجماعات وكثير من الأحزاب وكثير من الذين انحرفوا بمعنى الإسلام الصافي أو معنى الإسلام الوسطي نسفوا كثير من قواعد الإسلام في مسألة التعامل مع غير المسلمين نريد منكم دكتور عبدالله أن تبينوا لنا مفهوم الوسطية مع غير المسلمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياك الله يا شيخ عواد حيا الله مشاهدينك الكرام حيا الله الأخوة الأفاضل الله يبارك الشيخ راشد علي من بوساد أسأل الله حفظه والشيخ مشاهدين نزي بحمد وأسأل الله جل في علاها أن يعينني وإياك وإياهم على تقديم ما ينفعنا وينفع مشاهدين الكرام في هذه الحلقة وفي غيرها ما يتعلق بالوسطية مع غير المسلمين شيخ عواد هي تتلخص في أن نعامل غير المسلمين كما جاء في شريعة الله تبارك وتعالى كما كان هديه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع غير المسلمين بكافة طوائفهم بكافة فئاتهم كما سيأتي إن شاء الله بشيء من التفصيل ما رح يكون تفصيل دقيق لأن ما يخفى عليك ولا على الأخوة برنامج مثل هذا لا تستطيع أن تأخذ دقائق المساء الفقهية في هذه الأمور الإسلام أعطى كل ذي حق حق حتى غير المسلم حتى الإنسان الذي يكفر بهذا الدين الله عز وجل جعل له حقوقا كثيرة كما سيأتي بيانه معنا إن شاء الله من هذه الحقوق مثلا أن ندعوهم إلى الله من هذه الحقوق مثلا أن نحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم المعصومة من كانت دماءهم وأعراضهم وأموالهم معصومة يجب علينا أن نحفظها من حقوقهم علينا أن نعاملهم كما أمرنا الشرع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وخالق الناس بخلق حسن العلماء وقفوا مع هذه الجزئية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا هذه الجملة تأملا دقيقا فقهيا واستنبطوا أن هذه الجملة من دقتها أن تكون المعاملة مع الناس كافة والمخالقة بالخلق الحسن هذا هو الأصل لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم يقول وخالق الناس بخلق حسن ولم يقل وخالق المسلمين بخلق حسن لو قال وخالق المسلمين بخلق حسن لكان هذا الأمر خاصا بالمسلمين فقط لكن لما قال وخالق الناس بخلق حسن كان هذا عاما لكل الناس وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام ولذلك لو تأمنا في هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع غير المسلمين جميل لو وجدنا العجب العجاب ترى يا شيخ عواد لحن نكون صرحاء كثير من الناس يظن أن هذا الغير مسلم هذا ما لحقوق حقوقه مهدرة ولكن الله يسأله أي كرامة وأن أنت مطلوب منك أصلا شرعا أن تكون سبب للتنكيد عليه وغفلوا عنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع هؤلاء لخصه عالم من علماء المسلمين وهو الإمام بن القيم رحمه الله رحمة واسعة حتى أن كلام ابن القيم هذا فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع غير المسلمين كنت أعريضه على بعض الشباب المتشدد جميل في مواقع البالتوك وغيرها والمنتجيات قديما فأقول له ما رأيك في هذا الكلام واذكر له كلام القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه وسلم يشتري من يهودي صاعا من طعام كان بإمكانه أن يأخذ هذا الطعام مرغبا عن هدي اليهودي أليس كذلك لكن كان يحفظ حقوقه إلى آخره منه كان ينصفهم عليه الصلاة والسلام يعني من قال عن النجاشي فإنه رجل لا يظلم عنده أحد النجاشي آنتاك كان كافرا لم يكن مسلما ومع ذلك أنصفه عليه الصلاة والسلام بأن أثنى على هذه الخصلة الجميلة عنده وهي أنه لا يظلم عنده أحد بالمعنى العام أي أنه لا يحاب أحدا على أحد ولا يبغي على أحد من أجل أحد فكان بعض هؤلاء الشباب يستغرب هذا الأمر اليوم أن أتوقع أن قد تكون ردود فعل إن أنتم ميعون الدين تساهلون لا يا الله نحن نأتيك بالهدي النبوي من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نجد نصوصا في الكتاب وفي السنة قد يعجب منها البعض على أنه سيأتي معنا تفاصيل إن شاء الله وأقسام غير المسلمين أقسام الكفار من كان معاديا من كان مسالما ما في شك أن الوضع يختلف صحيح ولذلك الله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم نعم تخيل أن تبروهم شنو البر في هذا الموضوع ولذلك يا إخواني الانحراف عن الوسطية في التعامل مع غير المسلمين نذير شر لأن الإنسان قد يكون سببا لصد الناس عن سبيل الله وهو لا يشعر كما قال تعالى حكاية عن دعاء الصالحين أنهم كانوا يقولون ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا الكثير قد يسأل كيف يكون المؤمن فتنة للكافر ممكن يكون المؤمن فتنة لشخص غير مؤمن لشخص كافر نعم حين تسوء أخلاق هذا المسلم لا شك أنه يصد غير المسلمين عن هذا الدين حين يتصرف التصرفات المحرمة في دينه لا شك أنه بذلك يصد هؤلاء والأمثلة على هذا كثيرة منها ما وقع ومنها ما قد يضرب على سبيل المثال كم مسلم يعيش في الغرب في بلاد غير مسلمة أو حتى في بلاد المسلمين ويكون جارة من غير المسلمين ثم يزعج هذا الجار ويعامله بقسوة وكذلك يعني يكفهر في وجهه كشرة ما عنده إلا التكشير يظن أن هذا هو الدين ويسمع ويرى هذا الجار غير المسلم من هذا المسلم التصرفات العجيبة ظلم الزوجة وظلم الأولاد وتعامل سيئة مع الخدم وألفاظ سيئة وصراخ وإزعاد هذه كلها تصد الناس عن سبيل الله تعال معي في قضية يعني أحداث 11 سبتمبر العالمية المعروفة اللي كان لها دور في تغيير يعني كثير من حياة الناس والخارطة السياسية وغيرها لمن ينظر شخص خلونا من العواطف اللي ما منها فائدة شخص يسمع أن الإسلام دين إجرام ودين وحشية ودين سفك للدماء وقتل الأبرياء ثم ينظر في سقوط هاتين العمارتين وينظر لبعض المواقف امرأة تخرج من ديلا أبيضا وتلوح به هكذا ثم تسقط بها البناء وشخص آخر تركت له زوجته أنسر مشيه رسالة صوتية وهي في الطائرة لما علمت باختطاف الطائرة وكذا إلى آخره كم قتل من الأبرياء في هاتين العمارتين كثير جدا طيب هؤلاء ومن ينظر إليهم أقاربهم واللي يشوف هذه المناظر ممكن يحب الإسلام يطلع لك واحد يباله وانا واجهت يعني قابلت واحد في نفس البلد اللي حصل فيه الحادثة قال ترى عقب هذا الحادثة الناس أقبلوا على الإسلام لا تخدع نفسك صحيح الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وَإِنْتَ بِتَفْعَلْ هَذَا صنعрать الله على هذا البيان الشافي وهذا البيان واضح في مفهوم الوسطية مع غير المسلمين وطرحت عدة قضايا مهمة أحببت أن أدخل أو أحببت أن أتوجه بالسؤال إلى فضيلة الشيخ الدكتور راشد من نقطة أثرتها دكتور عبد الله وهي أنواع غير المسلمين يعني لا شك أنه قد يجهل أو لا يعلم المشاهد الكريم أن غير المسلمين هم أنواع وليسوا نوع واحد في مسألة التعامل في مسألة الضوابط الشرعية غير المسلمين يختلفون أو لهم أنواع مختلفة دكتور راشد يعني حبذ لو تحدثنا عن أنواع غير المسلمين والطرائق في أو الطريقة في التعامل مع هذه الأنواع رجاءة بسم الله والحمد لله والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبهما بعد طبعا دكتور عبد الله يبارك فيه أعطانا مقدمة رائعة وجميلة جدا نسميها تأسيس لهذه الحلقة لما نتكلم عليها الوسطية وبعض الناس لربما كلمة الوسطية دائما يظن أنها ماذا أطارفين وبينهم وسط نقول دائما الوسطية هي بالأساس قضية الاعتدال قضية أن أنت كيف تكون منصف قضية التي ذكرها الدكتور عبد الله يبارك في الجميع قضية أن كيف تعطي كل إنسان ما يستحقه وفق أمر الله سبحانه وتعالى ومن ذلك لما نصنف نقول والله مسلم وغير مسلم أنا أدري بعض الناس لربما يستوحش أن نقول شنو كافر ترى لما كنا في الغرب يعني حتى تحديدا في الدنمارك وكنا مع حتى من القيادات عندهم اللي في الدولة نقول لها ترى أنتوا تقولون أننا كفار وإحنا لما نقول عنكم كفار هذا ما يعني أن أنا هذا مسوغ لي وهو سبب أنه ماذا أعتدي عليكم قال صح أننا كنتوا كفار لكن ماذا تعطونا؟ تعطونا حقوقنا كاملة كمسلمين وإحنا لما نقول عنكم أن أنتوا كفار نقصد قضية معتقدية وقضية في القلب لكن ماذا أمرنا ديننا في كيف نتعامل معكم فلربما هذا الإنسان غير المسلم يكون شنو عدولي بمعنى محارب هذا الإنسان لما يحاربني لا أمر معين عند الله سبحانه وتعالى هذا الأمر أن هذا الإنسان إلا لما يكون في جيش ويريد أن يغزو بلاد المسلمين أو يعتدي على مسلم أو مثل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ومع الكفار زين أصبح هذا الآن شنو هذا الإنسان مهدر الدم أو لربما هذا الإنسان يكون عندنا في قضية ثانية قضية إن إنسان مستضعف عايش في بلاد الكفار هو كافر لكن ليس له من الأمر شيء ما يريد أن يفعل أي شيء مثال على ذلك لما عمر بخطاب وفتح بلاد الشام رأى هناك من القساوسة من الرهبان من الصغار من العجائز ما فعل لهم أي أمر عمر بخطاب بل جعلهم في بلدهم تجرنا على قضية ثانية إذا إنسان كافر طلب الأمان عندنا فهذا الإنسان إذا ولي الأمر عطاه الأمن والأمان ودخل عندنا بما يقال في هذا الزمان مثل الفيزا نعم حتى لو شوف من إسرائيل من بلاد اليهود دخل عندنا وفت إلى دولة الكويت بإذن من ولي الأمر عطوهم فيزا وتصريح دخول محد يتعرض لأبدا نهائيا هذا الأمر لربما يعيش في بلاد المسلمين إنسان ماذا طلب ماذا الآن العهد عندنا وله ذمة وله أمر معين عندنا مثال ما كان اليهود في زمن النبس عليه السلام في المدينة من تعرض لهم من الصحابة مثل ما ذكر الدكتور عبدالله قبل غليل أن النبس عليه السلام كان يتعامل معه ماذا بالبيع والشراء بل مات النبس عليه السلام ودرعة ماذا مرهونة لما أسمع هذا الحديث أنا أستغرب زن وين بوكر وين عمر وين عثمان كبار الصحابة وأغنياهم وين طلحة وعد رحمان بن عوف ذهب النبس عليه السلام إلى يهودي لا والأغرب من هذا أن ابن يهودي يخدم النبس عليه السلام زن وين صبيان المسلمين هذا الأمر يعطينا مؤشر على أن النبس عليه السلام إذا أردنا نتأسى فيه ما نتأسى فيه في قضية ماذا صلاة وصيام فقط لماذا لا نتأسى أيضا بأخلاقياته بسلوكه بإنصافه بوسيطيته بالاعتدال والتعامل مع الذي طلب العهد والذمة عنده وعايش في المدينة الأمر الأخير عندنا وهي قضية ماذا هذا الإنسان الذي ماذا لا نعرفه ولا شيء وفي بلاد بعيدة جدا عنه ماذا أفعل له ما حاربني ولا شيء لماذا أنا أذكره دائما بالسوء لماذا لا أدعو لهم بظهر الغيب في قضية ماذا اللهم يهديهم يعني أنا تعجب من بعض الأئمة لما حتى يأين رمضان الله يبلغنا خير اللهم أهلك المشركين هذا مشرك وجد آباء على هذا الأمر لماذا لا تدعو له اللهم أهديهم اللهم أبلغهم الخير اللهم أن كانوا في علمك أنهم من أهل الخير والهداية أهدهم لماذا لا نجعل على سينتنا هذا الأمر فغير المسلمين أصناف فلا نجعلهم فيه مثل ما نقول قالب واحد كأنهم ماذا صح هذا الآن يحمل قضية عقدية مخالفة لديني من قال أن الله ثالث ثلاثة هذا عذب الله كفر ما نشك من قال أن عزير بن الله هذا كفر لكن السؤال الآن كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر أيضا لما نعرف أنه لربما يكون محارب لربما يكون مستعمل لربما يكون ضعيف لربما يكون ذمي لربما يكون معاهد وياي هذه الأصناف لما أجعلها في موضحها الصحيح يجعلني أعرف كيف تعامل معهم أيضا أنا أسأل سؤال وإذا الأحباب بشيخ يجاوبوني علي يعني يفيدون فيها وعندك شيخ عمد الله يسلمك هل أني بسعى السلام لما كان يتعامل مع الكفر كان يستخدم دائما تعالوا يا كفار مادر وصل لكم هذا اللفظ أني بسعى السلام كان يناديم تعالوا يا كفار اذهبوا يا كفار لا أبدا يعني هذا الأمر بعض الناس يقول نعم هم كفار عقيدة فعلا قولا لكن أني بسعى السلام لماذا لم يستخدم هذه الألفاظ لأنها لم يأمرنا بشريعتنا ماذا إلا أن ننادي وقولوا للناس حسنة حتى مع سبحان الله الكفار مع أهل مكة صناديدهم حتى مع اليهود الذين من بني قريضة بني قينقاع و بن النظير أن ما نجد أني بسعى السلام مع أنهم حاربوا وظاهروا عليه بالعداء والمحاربة أني بسعى السلام استخدم معه ماذا العدل أنك تجعل الإنسان في موضعها الصحية فبعض الناس أن يدخل شيء على شيء وبعض الناس لربما يستغرب أن لربما أسقر القوم عندنا يجعل هناك آمان لكافر صحيح يعني مثلا أنت تاجر ودخلت لك إنسان الكويت بذمتك و بعهدك شنسوي لنحن ويسعى أدناهم ذمة أعلاهم هذا الأمر أنت لو عطيت الذمة و العهد يدخل الكويت أنا شتوشي ما تقرأت سوشي ما سوي شيء النبي صلى الله عليه وسلم لما عدت أمهانة تقول أن ابن عمك قد منعه مثل ما ورد بالحديث أنه لم يجر من أجرنا فقال قد أجرنا من أجرتي أمهانة نعم إذن امرأة امرأة ولها الجوار ولها العهد أجارة أحد المشركين أو أحد الكفار نعم يعني بارك الله فيكم دكتور راشد حين عندنا فاصل إن شاء الله ثم نرجع نستكمل هذه الحلقة إن شاء الله عزيزي المشاهدين فاصل ثم نستكمل هذا الحوار الماتع فابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم أيها السادة المشاهدون مرة أخرى لنستكمل هذا الحوار الماتع مع ضيوف المشايخ حفظهم الله تعالى شيخ مشاري بما أنك يعني رجل لك احتكاكات كثيرة في خارج الكويت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ورؤية التعامل المسلمين مع غير المسلمين والعكس تأثير غير المسلمين أو تأثر غير المسلمين بالمسلمين فهل ترى أن الوسطية في بلاد غير المسلمين لها أثر كبير هل ترى أن التعامل بالحسنة كما ذكر الدكتور راشد حفظه الله التعامل بالحسنة لها مردود كبير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ورحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نجي وستنى بسنته إلى يوم من دين وما بعد في الحقيقة أولا نبدأ بقوله تعالى هل جزاء الإحساني إلا الإحسان فكما أحسن إليك في ختم الدخول أو التأشير في الدخول أو السماح بالدخول في هذه البلاد فأنت عليك أن تحترم قوانينهم وتحترم أفرادهم ولا تشيع الفساد في هذا البلد ولا كذلك تهدد الأمن والاستقرار في هذا البلد فهذا واجب عليك في الحقيقة أن كثير من الناس يجهل هذه المساعد يقول أنا في بلاد كفر أفعل ما أشاء خالف قوانينهم ولا احترم قوانينهم وفعل ما أريد وهذا خلاف الواقع وخلاف الشر والواجب عليك أنك إذا دخلت إلى بلاد غير المسلمين أن تحترم قوانينهم وتقدرهم على حيث ما أعطوك من الأمان تعطيهم الأمان تبادلهم الأمان كثير من الناس مع الأسف الشريط يجهل هذه المسألة ولا يفكر بأن هذه المسألة قد تترتب عليها أمور كثيرة بل يدخل في هذه البلاد ويعثوا في الأرض فسادا وبعضهم حتى لا يفكر في مسألة أن يحترم الناس ويدعوهم بالتي هي أحسن بالاحترام وبالأدب وبالأخلاق بل يبادر بإساءة المعاملة بالتعامل غير جيد مع غير المسلمين ومع احترام الشديد لكثير من الناس يعني وفي العكس بالعكس يعني كذلك كثير من الناس يدخل في بلاد غير المسلمين باحترام وأدب وأخلاق وبهذا يكسب المسلمين وحنا في احتكاكاتنا الكثيرة في خارج البلاد وجدنا كثير من الناس بالمعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة يتأثر بالمسلمين بل كثير من الناس حتى في بعض الدول وجهاء في عمدة منطقة في احدى الدول غير مسلمة مثلا مدير بلدية في احدى الدول يتأثر في المسلمين وحتى حصل لنا موقف يعني هذا موقف مواقف مميزة بأن في احدى الدول الأوروبية سبحان الله عمدة المنطقة أشهر إسلامة والسبب الرئيسي هو التعامل الطيب من قبل المسلمين هناك وكذلك احتكاك الطيب ويظهر الصورة الطيبة للإسلام عند الغرب وهم هذا في الحقيقة هم اللي يحتاجونها معاملة طيبة ومعاملة حسنة ونستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله بك رجلا واحدة خير ولك من حمر النعم فالإنسان حتى في بيته مع الخادمة وغير الخادمة يستشعر هذه المسألة يعني يكفي ناس عندهم هدف أنه ما تدخل خادمة عندي ما أجيب خادمة مسلمة أجيب خادمة غير مسلمة وهدفي الرئيس أنها ما تطلع مني إلا مسلمة هذا هدف عند كثير من الناس في الحقيقة هذه مفاهيم أظن كثير منها يعني يمكن أن يكون قد جهل هذه المعاني كذلك يعني بعض الناس في موضوع العلاج وغير العلاج يعني لا يستشعر هذه المسألة يعني هم أعطوك الأمان لحاجتك الأساسية وهي العلاج وغيرها ببعض الطلاب طلاب العلم يطلبون العلم في بلاد الغرب فهذه في الحقيقة هي المواضيع مهمة جدا وفي الحقيقة الموضوع هذا في الحلقة هذا موضوع مميز وشيق سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفرنا بياكم أهساً بارك الله فيكم دكتور عبد الله هناك مسألة دقيقة جدا وكثير من المسلمين يعني يشعرون بالحرج في مسألة التعامل مع غير المسلمين في التجارة فالبعض مثلا يتعامل مع غير المسلمين خارج البلاد مثلا ويتحرج من هذا التعامل يتحرج أن يدفع له مثلا يتحرج أن يستورد منه فما حكم الشريعة في التعامل مع غير المسلمين في التجارة أيضا دكتور عبداللظيف على ذلك أن هناك مثلا من الخبراء أو من الفنيين الغير المسلمين تمام الموجودين في البلاد بعض غير الأبواء بعض المسلمين يقول يعني يشعر في حرج يعني أبحث عن مسلم مع أن هذا الرجل تجد أنه خبير ومتمكن في هذا المجال يتحرج من المعاملة مع غير المسلمين فما صحة هذا المفهوم وما هو الحكم الشرعي أو ما هو المنهج الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة اللهم صلى وسلم الشريعة جاءت بإباحة التعامل مع غير المسلمين بالبيع والشراء وعقد المهادنات والاستفادة وغيرها فيه نصوص كثيرة بل لم يقل عالم معتبر من علماء أمة الأمة الإسلام بأنه لا يجوز التعامل بالبيع والشراء مع غير المسلمين ومن يعني تجرأ من المعاصرين وأطلق مثل هذا الكلام لا لم ينتبه إلى أمر خطير وهو أنه بكلامه هذا لم يقول لك مثلا أنه ولا التعامل مع غير المسلمين بيعوا الشراء هذا فيه يعني جلب مودته ومو فيه يعني إخلال بالولاء والبراء النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي ورهنه درعه وتوفي ودرعه مرهون عند رجل يهودي أفيكون عليه الصلاة والسلام قد أخلى بالولاء والبراء أفيكون قد أخلى بهذا المبدأ العقد العظيم الجليل الجواب لا فالتعامل مع غير المسلمين مع الكفار بالإسلام من حيث البيع والشراء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدولة لا حرج به أبدا ولم يقل أحد من المسلمين بحرمة ذلك إطلاقا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى أن العلماء استنبطوا من هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي صاعا من طعام استنبطوا أنه يجوز الإنسان أن يتعامل بالبيع والشراء مع من كان أكثر ماله حرام جميل مثل اليهود يعني كانوا يأكلون الربا يأكلون السحتي لآخره ويستبيحونه وكانت هذه أكثر أمواله مع ذلك تعامل معه من النبي صلى الله عليه وسلم المهم أن تكون المعاملة المعاملة معهم المفيدة ومباحة طبعا العلماء أنهم استثناءات يعني الأعداء من غير المسلمين لهم تحفظ على التعامل معهم البيع والشراء خصوصا فيما يتقوون به على المسلمين نعم دكتور عبدالله نقطة بس يعني الأعداء مفهوم الأعداء من غير المسلمين نعم يعني هل هم المحاربين الذين يحملون السلاح ضد المسلمين أم يدخل في معنى الأعداء غير هذه الفئة نعم الله تعالى الشيخ أواد يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين نعم شوف هذا قيدة إذن الناس عندك على قسمين غير المسلمين من يقاتلك ومن لم يقاتلك نعم البعض ما يفهم منظومة العلاقات الدولية في الإسلام جميل جميل يعني مثلا قد تكون هناك دولتان تعتنقان ديانة واحدة جيد إحدى هاتين الدولتين تحارب دولة الإسلام تحارب المسلمين والأخرى مسالمة مع أنهم ينتمون لإيش نفس الديانة لديانة واحدة لا يصح أن أعمم العداء على الدولة الأخرى حتى ولو كانت من نفس الديانة جيد أليس كذلك بلى هذا الأمر يخفى على الكثيرين أنا طبعا أود أن نتوسع أكثر ترى القضية لا تقف فقط على التعامل التجاري والاقتصادي نعم في ستأتي بالمحاول في تعاون الدبلوماسي النبي صلى الله عليه وسلم استقبل السفراء نعم من الكفار وأرسل السفراء إلى قادات الكفار أرسل إلى هرقل وإلى المقوقس وأرسل إلى كسرة وأرسل إلى آخره الأمور هذه بعض الشباب حتى قضية الانضمام لهيئة الأمم البعض يظن أن الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين رحمه الله أفتوا بجواز الانضمام وأن هذا خير جميل للمسلمين حتى ولو كان فيها شيء من المفاسد لكن من باب ارتكاب أخف المفاسد دفع عليها ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوى حسنة حين وقع المهادنة مع من؟ مع كفار قريش صلح الحديبي اللي يراه إلى الآن أناس يرون أن والله فيه تنازلات نعم إذا كانت تنازلات في صالح المسلمين لا حرج أن نقدم التنازلات النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب عرض على سيد الأنصار عرض عليهم رضي الله عنهم أن يعطي قبيلة فزارة شطر ثمر المدينة علشان يرجعون مع أن المفروض الأكس أن تأخذ منهم الجزية أليس كذلك؟ لا أيضا قضية الخبرات وغيرها وكذا لا مانع إطلاقا أن نستفيد مما عندهم من الخبرات وبالمثال تضح الحال في غزوة الأحزاب نفسها نعم لما تحزبت الأحزاب على المدينة أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كنا نفعله في فارس هذا إجراء عسكري احترازي في حماية لدولة الإسلام في حماية للبلد جميل هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع لا خلهم عنك هؤلاء كفار ولا ناخد منهم شيء ولا نتشبه بهم حتى مفهوم التشبه بالكفار الكثير ما يفهم أين النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الخندق وباشر مع الصحابة حفر الخندق هذا كله لا إشكال فيه فلذلك نحن نقول إن المؤمن يكون مع العالم الغربي أو قول العالم غير المسلم كالنحلة يأخذ أجمل ما عندهم جميل جميل لا يكون أكرمكم الله كالذبابة يأخذ أسوأ ما عندهم البعض يأخذ مما عند غير المسلمين مما عند الكفار الأشياء السيئة يريد أن يجلبها إلى بلاد المسلمين لكن الحكيم والحصيف والعاقل واللبيب هو الذي يأخذ ماذا أجمل ما عندهم على مبدأ هؤلاء الأخوة خلنا نكون صريحين هالأجهزة هذه ما رح ستفيد منها لأنها من صناعة الكفار صح هالكشافات اللي تشوفها والكاميرات والميكرافونات وغيرها كلها من صناعة والسيارات اللي يجينا فيها والطيارات اللي يسافر فيها مبدأ يعني والله يا شيخ عواد هذا الفهم المغلوط للدين يشوه صورة الدين ما خالف خلت وقت الأخوة بس بعود التنبيه في قاية الدقة ذكر الشيخ راشد الله يحفظه والشيخ راشد والله نحن نتعلم منه الكثير عسى الله يحفظه والعلاقة مع الشيخ راشد فيها خصوصية شهنة الله يحفظه لما ذكر قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخاطب الآخرين بقوله مثلا يا كافر جميل البعض ترى فاهم الأمور بالخطأ قد يقول للناس مثلا قول لا أنت كافر وكذا كذا لو تأملنا القرآن كما نبه العلماء نجد أن الله عز وجل لم يخاطب الكفار باسم الكفار ولا لقب الكفار إلا مرة واحدة متى في مقام المفاصلة لما قال قل يا أيها الكافر أما تعال لبقية العبارات والنداءات قل يا أيها الناس وهذا هو الغالب قل يا أهل الكتاب جميل بعض الشباب متحمس يقول لك لا تناديهم بألقاب فيها تعظيم هذه ما فيها تعظيم الله عز وجل ناداهم بإيش بأهل الكتاب هم حرفوا الكتاب ولا ما حرفوا حرفوا ومع ذلك ناداهم الله بأهل الكتاب قل يا أيها الذين هادوا هم يحبون ترى هذا الاسم ومع ذلك ناداهم الله عز وجل به ما تجد يا أيها الكافر إلا في هذا المقام مقام إيش المفاصلة لماذا؟ لأن هذه الخطابات مبنية على الأمر الرباني لذكر الشيخ راشد قبل قليل وقولوا للناس حسن مبنية على قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بل قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم جاء الاسثناء مو معنى هذا بعض يفهم من الاسثناء معناها أن هؤلاء تسبهم يسبونك لا أبدا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء وإنما إن اللي ما منهم فائدة في النقاش لا تناقشهم كما قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقا الوسطية الآن بدأت تتجلى نوعا ما للأخوة من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس النبي صلى الله عليه وسلم شيخ عواد لم يكتفي بأن يتعامل معهم بوسطية من خلال تعامل بالأخلاق لطيف العبارات لا بل كان يتحمل أذاهم عليه الصلاة والسلام دخلون عليه اليهود ويقولون له السام عليك يا محمد يعني شونهم يقولون اليوم الموت عليك يا محمد تخيل لو واحد ميهودي واحد مسلم اليوم ويدخل دوانية من دوانياتها الكويت الكرام ويقول لهم أساكم للموت كلكم الله ياخذكم مثلا شون رح تكون ردة الفعل مسلم نعم تأمل هذه الردة المتوقعة والمتخيلة ردة الفعل وقارنها بردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه اليهود ليس بس شديد وكان عليه الصلاة والسلام رأس قومه كان هو الحاكم الآمر الناهي عليه الصلاة والسلام كان من حوله من الصحابة ينصبون صدورهم دروعا له صلى الله عليه وسلم ويفدونه بدمائهم وأرواحهم كان بإمكانه أن يقتص من هؤلاء ويقضي عليهم بإشارة واحدة السام عليك يا محمد فقال عليه الصلاة والسلام وعليكم فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وعليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير فقال صلى الله عليه وسلم بأخلاق النبوة بأخلاق ربانية رباه الله عز وجل عليها قال يا عائشة قال مه يا عائشة أعظت يا رسول الله ولم تسمع ما قالوا فقال أولم تسمعي ما قلت يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ومن تزعم شيء إلا شانه ما الذي فعله عليه الصلاة والسلام طبق المبدأ العظيم والأمر الرباني الجليل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي نعم حسنتم بارك الله فيك دكتور عبد الله على هذا الإجاز وعلى هذا التوضيح الغاية في الروع حقيقة عندنا فاصل إن شاء الله ثم نستكمل بقية محاور هذه الحلقة أعزاء المشاهدين فاصل ثم نستكمل بقية محاور هذه الحلقة فابقوا معنا مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون مرة أخرى لاستكمال ما بقي من هذه الحلقة دكتور راشد الدكتور عبد الله يعني تكلم كلام غاية في الرواح وغاية في الجمال وأنا أعرف أن عندكم يعني ملاحظات أو نعم تعقيبات على ما ذكر الدكتور لا صدقني عنه الأساس موجود الله يبارك بيكم شيخ مشاري ذكرت فتح لنا الله سبحانه يعني بنبعد كلام الدكتور عبد الله على قضية أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على التعامل التجاري بينه وبين اليهود لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلى المدينة عارف أنه كبار أباء اليهود يتعاملون بتجارة بل نعرف أنه سبب أنه قتل بنقا ينقاع لأمر تجاري باعتداءهم في السوق على أمرأة مسلمة السؤال لما نسمع بعض الدعاة يقول لك نفسه سلم طرد اليهود من المدينة كلام صحيح أو خاطئ خاطئ هذا هل طرد أنه كل اليهود أو طرد من اعتدى وخالف الميثاق اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فنجد أنه مثل ما تفضلوا المشايخ أن نفسه سلم لما مات كان در عمر هنا عند يهود يزن طردهم ما حال بقية اليهود إذن لا زالنا اليهود شنو موجودين في المدينة إذن أنا الذي يعتدي على الإسلام هذا لها قضية والذي لا يعتدي هو محترم نفسه ومحترم القوانين ومحترم أيضا قانون الدولة لماذا نعتدي عليه أليس هذا من العدل ومن التوسط في الأمور والإنصاف أن يعطي كل إنسان ما يستحقه فبعض الدعاة نقول شنو نفسه سلم عاقب اليهود وطردهم لا والله ما طردهم طرد من اعتدى وخالف بنقع نقاع بن النظير بنقريضة أما بقية اليهود اللي ما اعتدوا وعاشوا في سيئة السلام أبقاهم بنب صلى الله عليه وسلم إلى أزمنا وما سمعنا حتى أن أبي بكر ولا عن عمر أحد شنو أجلاهم وطردهم حتى لما كانوا في المدينة أنا أتذكر أو عفوا في الشام أنا أتذكر أيضا قضية كيف أن بعض المسلمين لما يبتعد عن النبراس وعن ورثة الأنبياء عن العلماء في كيفية التعامل مع ذاك اللي سمي غير مسلم لما يعتدي على مقدسات المسلمين كلنا ما يخفى علينا ما فعلوا واحد بالدنمارك من رسومات على ماذا على النبس الله عليه وسلم ما هي ردة الفعل الآن هل كانت ردة الفعل عن أن لا ينهاكم الله الذين لم يخرجوا من ديغاركم ولم يقاتلكم أن تبروهم وتقصطوا إليهم هل هذا من الإقصاد مع أمة بكاملها أوروبا أو حتى الدنمارك أن يكون مقصط معهم ما اعتدوا عليه لكن إنسان سيئ ماذا أفعل فبعض الناس ماذا فعلوا المقاطع على الجميع فهل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقاطع جميع اليهود بسبب إنسان من اليهود لم يقاتل لا ما أقول إنسان بسبب قبيلة ما أقول قبيلة أقول ثلاث قبائل لم يفعل صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر نحن لما ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس سنقول انظر بشمولية كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أناس حاولوا قتلك مرة مع كعب الأشرف وأرسله من يقتل بذاته كيف نبي صلى الله عليه وسلم مع من اعتدى على امرأة وتواطأ وكلهم على هذا الأمر ماذا يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم لكن البقية لم يفعلوا أي أمر سيء فأقول لا تجرفنا العاطفة في أن هذا كافر يعادي الله ويقول الصليب ويحمل الصليب ويقول ثالثة ثلاثة انزل ثم ماذا ماذا تريد أن أفعل أقتل كل من أفعل هذا الأمر وإلا أقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فبعض الناس ما ينظر كيف أن النفس سلم لما تعامل تجاريا معهم ثم ماذا هذا الأمر ليس في دلالة أن يتولاهم وليس في قلبها المودة وليس في قضية الحب معهم إنما قضية ظاهرة يتعامل معهم بالحسنة وبالأمر الطيب ويتعايش معهم بعض الناس أيضا عندنا بالكويت ممكن أضرب مثل على جنوب السر عندنا كثير من الأسر الأجنبية عندنا بجنوب السر منطقتنا ما معنى هذا أنني أحسن التعايش معهم ولربما يكون في جيرة ولربما يمشي بالشارع ولربما في السيارة وفي السيارة ماذا أفعل أليس في القيادة السيارة في أولوية ليمين واليسار أليس لازم نحترم القانون ماذا أفعل فبعض الناس عند المفاهيم القاصرة لأنه أنا أسمي الخلل في قلة العلم عنده سبب ماذا لم يستنير بنور الشريعة على يد العلماء الكبار يعني هذه القضية نسميها مهمة جدا إذا الصغير جرفت العاطفة والله ما رح تشوف منه إلا العجاب الغرائب لكن هذا الصغير إذا دائما يسأل كبار وعلماء تعال يا شيخ مشاري تعال يا دكتور عبدالله ماذا أفعل والله الآن عندنا بيت سكنوا فيها على سبيتها ما أقول نصارى ولا هندوس كيف يتعامل معهم بعض الناس يظن لا لازم أن تعتجع عليهم لا لا اتقي الله أنت الآن الله خلقك لماذا أليست لعبادة الله أليست أنت الآن من ورطة الأنبياء إن شاء الله وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ مشاري لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا فما تدري هذا الإنسان بحسن أخلاقك وبتأسيك بالنب صلى الله عليه وسلم لربما الله سبحانه وتعالى يجعل في قلب الخير والسعادة صحيح عندنا أمثلة كثيرة دكتور راشد يعني من من دخلوا الإسلام في التعامل بالحسنة وفي الأخلاق وفي المعاملة الطيبة وفي الصدق وجدناهم في أوروبا أكثرهم يريد أخلاقك قبل أفعاله ولا كلامك يريد أنت صدقك أمانتك أن تكون سفير عن الإسلام تنقل الصورة الجميلة جدا لا تتكلم كثير لكن الإسلام دين صدق نبيكم تقولون أنت صادق أمين أمين لش تدى بنت نبيكم عفيف عن الزنا إذن لماذا أنت تريد تبحث عن البنات وعن الزنا نبيكم يحرم الخمر لماذا أنت تبحث عن الخمر نبيكم يحرم الربا لماذا أنت تتعامل بالربا ترى هذه التناقضات تجعل غير المسلمين شنو؟ في اقتراب ولا ابتعاد ابتعاد لا شك الله يعينا بارك الله فيكم دكتور أنتقل إلى الشيخ راشد أو الشيخ مشاري حفظه الله بما أنك صاحب خبرة في أوروبا ولك كثير من المجالات والمداخلات هناك هل ترى أن احترام قوانين الكفار في بلادهم أو احترام التعامل معهم في الشراء والبيع أو احترام مثلا بعض المراجعات أو بعض الأماكن يحتاج إلى الوقوف في طابور مثلا احترام مثل هذه المظاهر وإحترام مثل هذه الأمور هل ترى الله الأثر الإيجابي على الدعوة إلى الإسلام أم أنك ترى أن التمرد على مثل هذا ينفر غير المسلمين عن المسلمين في بلادهم وليس في بلادنا طبعا شيخ عواد هذا الأمر يعكس عكاس إيجابي على المسلمين إذا احترام من قوانين البلاد واتنظم في الأمور التي وضعت مثلا الدور صف بالدور باحترام وعدب وأخلاق ولا يتجاوز لقبله كذلك في الطريق عندما ذكر الشيخ في الشارع في احترام القوانين إشارة المرور وغير ذلك وربط الحزام الأمان هناك شدة وغرضة كبيرة على اتداء حزام الأمان وهذا شيء يمكن يسبب للناس لهم غير المسلمين انعكاس سيء على المسلمين كذلك من الأمور الجميلة والعجيبة أن في بلاد الغرب مع الأسف الشديد الإخوة المسلمين الذين هم من أصول عربية أو بعضهم من أصول المعتنقية الإسلام نجد أن هناك مفارقة بين المسلم الأصلي وبين المعتنق الإسلام تجد أن المعتنق الإسلام حريص على تطبيق جميعها في الإسلام جميل وهذا في حرقة في داخلنا النفاتة شيء كبير من عمره ولم يطبق ما تعلم هذا الأمر بالعكس بالعكس غير المسلمين من الأصول المسلمة تجد الله مسعان يعني ينقل صورة سيئة عن الإسلام وكذلك بالإضافة إلى أن غير المسلمين في بلادهم يتعاملون معنا تعامل طيب يعني تعاملنا بعض اليهود في إحدى الدول الأوروبية كان تعاملها أرقى من الراقي ما وجدت مثل هذا التعامل عنده حتى في بعض المسلمين باحترام أدب يعني حتى يحتربك باحترام كبير جدا جدا يأخذك معه إلى إجراء الإجراءات مثلا القانونية بعض الأمور التي تحتاج إلى إجراءات قانونية يأخذك معها باحترام وأدب وما في علاقة بينه وبينه ولا في صلاة بينه وبينه ولا في تعاون بينه وبينه مع ذلك يحسن إليك وهذا في الحقيقة نحتاج أن نتنبه المسألة هذه نحن أولى الناس بهذا الأمر ممتاز نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو مدرسة نتعلم منه كل شيء في هذه الدنيا أنا والله كنا في كندا مرضى يعني يسألني الشرطي يعني بالمطار ليش يا قلت له والله رؤيت بعض الأصدقاء ولا يقول لي أنت يا عشام وتمر رمضاني ولا يقول له نعم قال لأي ما قلت لي قلت له أنت ما سألتني قال لا أنت تقول لي كل شيء قلت له حاضر فتعلمت من ذاك اليوم صارت لي رحلة ثانية أنه خليك صادق تمشي نزلت في مطار ألمانيا وأنا كنت ماخذ من فيزا من سفارة فرنسا فقال لأي ما أخذ من فرنسا قلت له أنه أسهل بالإجراءات قال لي كلامك حاضر ختم دخلت فأنا قلت أقول سبحان الله الصدق من جات تعلمنا وهذه زيادة التي تعلمنا من نبينا عليه الصلاة والسلام ومن ديننا أن هناك سبحان الله حياتهم واضحة خليك واضح خليك صادق وعندهم قضية التي هي أساس ديننا أن أنت صادق لما يظهر عليك الكذب لكن بعض المسلمين الآن يعامك شن أنت العكس لس الله السلام الله مستعان دكتور عبد الله بقي عندي سؤالين أنا أحب أن أسمع جواب السؤالين السؤال تجيب عليه أنت وسؤال عند الشيخ راشد حفظ الله تعالى السؤالين يعني بإيجاز لأنه بقي معي تقريبا خمس ديائق السؤال الأول دكتور عبد الله هو أكل أو حكم أكل غير المسلمين بعض المسلمين يسافرون للعلاج يسافرون للتجارة يسافرون للسياحة يتحرجون بشكل كبير ولا يعرفون أحكام أكل غير المسلمين فلو توجز الإجابة على هذا السؤال في دقيقتين نعم أولا شيخ عواد بالنسبة للطعام بشكل عام نستطيع أن نقسم إلى قسمين طعام لا غبارة في حله وطعام لا غبارة في حرمته جيد ولا على حرمته لكن هناك أمور يحصل فيها الاشتباه مثلا الماء اشرب الماء من أي شخص من أي كافر من أي ملة من أي دين اشرب العصير اللي ما فيه كحوليات ولا فيه أشياء مسكرة كل السمك كل التفاح والفواك أكل مثل ما تبي في هذه الأشياء لكن عندك قضية هامة وهي اللحوم التي لا تحل إلا بالذبح مثل اللحوم الغلم لحوم البقر لحوم الغزلان لحوم الخيل اللي بياكل يعني الأشياء لحوم الإبل مثلا فهذه اللحوم لا تحل المسلم إلا في حالتين حالة الأولى أن يكون الذابح من أهل الذكاء والحالة الثانية أن يذبح بالطريقة الشرعية أكيد الحين البعض يسأل من هم أهل الذكاء أهل الذكاء هم المسلمون والكتابيون الكتابيون اليهود والنصارى اللي يسمونهم الناس المسيحيين جيد جيد هؤلاء هم بشرط أن يكون أن يكون متمسكا بدينه يعني واحد يكون مكتوب في هويته يهودي جميل وهو ملحد هذا الذي بي احتمات حل جيد طيب الآن الهدي النبوي النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي للطعام عند هؤلاء أكل ولم يسأل أنتم شون دبحتم شون كذا صحيح ولذلك بعض العلماء منهم الشيخ من الثامين يقول إذا ذهبت إلى دولة كتابية أكل لا تسأل ممتاز يمين لكن أكثر علماء العصر يقولون أن لا اليوم في شبهة قائمة في شبهة قائمة والقاعدة الفقهية تقول أن الأمر إذا تنازعت فيه الحلية والحرمة جميل أن تغلب الحرمة نعم والقاعدة الفقهية تقول أن الأصل في اللحوم التحريم حتى تستيقم من حليتها فاللي يروح هناك خلي أكل من السمج مثل ما يبي جيد أخذ بهذا القول للشيخ من الثامين أنا لا أجد في ذلك أي حرج أن يأكل ولا أنكر عليه وأن كنت أنا في نفسي ما أفعل هذا الفعل لكن لا أحرج عليه أطلاقاً في هذا الباب نعم بارك الله فيكم دكتور السؤال الأخير دكتور راشد في دقيقة وهو الزواج من غير المسلمين الزواج من غير المسلمين دكتور راشد صغير جداً الآن والله الحمد شعار اسمه حلال موجود في العالم كله ممتاز يعني لو تذهب أي دولة عند أي واحد تقول له هذا كلمة حلال لو ما يعرف لغة العربية يفهم معنى كلمة حلال ممتاز أن هذا يجوز للمسلمين ودائماً دائماً نستخدمها في أوروبا حلال يقول لك حلال أم لا حلال أو حتى أن السمش مرات شنو نحتاض فهذه نحتاض فيها أما الزواج الله سبحانه وتعالى بيّن ونساء محل لكم ونساء الذين قلتوا الكتاب محل لكم لكن القضية بعضهم يريد يأخذها على ظاهرها لكن القضية أنت الآن ماذا تريد من هذا الزواج لأن أمور بمقاصدها هل تريد أنك تعف نفسك لما تذهب أو تريد مثل بعض الناس الآن سموه سفر زواج مسفار ومصياف ومسيار من هذا كلام هذا اليوم سألوني هذا السؤال فقلت له والله أنت شنو نيتك الطيبة نيتك طيبة قال لي والله أنا نيتك طيبة قلت له ممبين على وي فهذا الأمر نسميه في الأصل أنه يجوز لكن شنو القضية مثل ما أصلها لنا الشيخ عبد الله هل هم الآن من أهل الكتاب مفنسكين ولا الملاحدة لأن الآن في أوروبا نزعة وموجة ماذا الحاد كبيرة جدا فلا يخدع نفسه يقول والله حط الصليب والله ما تدري شنو الصليب عندها ولا تدري عن كتابها ولا تدري عن كنيستها ولا تدري عن شيء ويبقى الأصل شنو أنا لأرى أنه هذا الأمر من نجته أنه لا يجوز لأن الغالب الآن في ضعف تمسكهم بدينهم شبابنا تأتي هذه لربما ماذا تؤثر عليه ولربما عواقب الأمر مع الأولاد غضبت عليه وزعلت خذت الأولاد وراحت في أوروبا والأمريكا شنو حالة الأولاد بعدين يعتنقون ربما ديانات صح أننا عندنا أصل يجوز زواج من نساء أهل الكتاب من النصارى أو من اليهود لكن هذا متى أنا أسمي إذا كان هذا الإنسان على قدر من الدين والفهم وهي على فهم من هذا الدين ويكون العلاقة بينهم واضحة لكن الآن شنو الأمر تتنازع شبهات كثيرة أو قد يترتب مفاسد كثيرة على هذا دائما إذا كانت في المصلحة مفسدة دفعنا المفسدة حتى نحذر ما نأتي بالمصلحة والمصلحة والله مراجحة بارك الله فيكم دكتور وأشكركم على هذا الطرح الراقي وعلى هذه المحاور الطيبة التي ذكرتموها والتأصيلات الجميلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتكم كل الشكر لك دكتور راشد إذا كان ملأ خير على الدعوة الله يبارك فيكم شكرا الشيخ مشاري على هذا الطرح وعلى هذه النماذج التي ذكرتها في هذه الحلقة أجزاكم خير وبرك الله أنت أيضا تذكر الله خير شيخ عواد على حسن التقديم والعرض والإدارة أجزاكم الله خير الشكر نوصل لك دكتور عبد الله على هذا الطرح الطيب وأجزاكم الله خير وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة آملين أن نلقاكم في حلقات قادمة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله